أبدأ مع دكتور سمير صبري وهو سؤال ربما يكون في إطار مجموعة بريكس هل هو تكتو الاقتصادي بحت أم تكتو الاقتصادي بصبغة سياسية؟ طبعا سؤال مهم جدا هو في بدايته كان تكتو الاقتصادي الغرض منه أمور اقتصادية دول ناشئة اقتصادات عندها نمو عالي جدا اجتمعت بهدف التكامل الاقتصادي ولكن سرعا ما تحول إلى تكتو الاقتصادي سياسي عنده صبغة سياسية واضحة جدا اختياره للأعضاء المتقدمين كان واضح عليه أنه بيدرس كل دولة مش بس اقتصاديا ولكن أيضا سياسيا والتحالف ده بدأ منذ الفترة بتاعة الأزمة الاقتصادية العالمية في 2005-2006 بدأت العالم كله يشوف أن مع الأزمات اللي حصلت بسبب انهيار الاقتصاد الأمريكي ومشكلة الرهن العقاري لازم الاقتصادات الأخرى تتحرر من هذا النظام العالمي ويكون فيه تكامل واتحاد بين الاقتصادات المتشبهة في أمورها الداخلية واقتصاداتها ثم في 2009 كانوا أربع دول فقط البرازيل وروسيا والهند والصين في 2009 بدأوا يفكروا في أول اجتماع يضموا دولة من قرد أفريقيا وكانت دولة جنوب أفريقيا ومن هنا بقى البريكس فنقدر نقول أنه تجمع اقتصادي وله صبغة سياسية ترجمة نانسي قنقر